المساء من سكاينيوز عربية مع فيصل بن حريز كما يقال حبل الكذب قصير وكذب ميليشيات الحوثي انكشف بالأدلة والبراهين الأمم المتحدة شككت في الانسحاب المزيف لميليشيات الحوثي من ويناء الحديدة مقطع فيديو بثته قناة المسيرة التابعة للانقلابيين فضح حقيقة انتماء ما يسمى قوات خفر السواحل التي زعمت ميليشيات الحوثي أمس أنها سلمتها مسؤولية حماية الموانئ في محافظة الحديدة الحكومة اليمنية الشرعية بدورها سارعت بمطالبة رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة الجنرال باتريك كامارت بالتحرك الحازم والصارم لوقف عبة الانقلابيين باتفاق السويد تقرير عرضته قناة المسيرة التابعة للحوثيين أواخر نوفمبر الماضي لم تكن تدري أنه سيعود ليكشف أوراق لعبة حرص الحوثيون على إخفائها في حفل تخرج الكتيبة الحوثية المسمى قوات خفر السواحل الشهر الماضي يعلن قائدها عبد الرزاق المؤيد صراحة ولأه لرجل إيران في اليمن عبد الملك الحوثي وأن قواته جاهزة للتحرك نحو الحديدة لمواجهة القوات المشتركة أنتم النواة والباكورة لدورات خفر السواحل الآن أن نتجه إلى الساحل الغربي وها هو الرجل نفسه قد أوفى بوعده ووصل مدينة الحديدة لكنه يظهر هذه المرة في حلة جديدة ليتسلم مسؤولية الأمن عن الميناء بوصفه قائدا لقوة يفترض أنها محايدة في ثيابهم الجديدة وفي حرم ميناء الحديدة يلعب المؤيد ورجاله دورهم في مشهد يحاول الحوثيون من خلاله التحايل على الأمم المتحدة التي ترعى اتفاق السويد فيسلم الحوثيون بملابس مدنية مسؤولية الميناء الحوثيين تدثروا بملابس خفر السواحل لكن مماطلات الحوثيين في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة لم تتوقف عند الانسحاب من الموانئ إذ يعطل المتمردون تنفيذ البند الآخر المتعلق بفتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإنسانية فرغم أن هذه المساعدات موجهة إلى صنعاء حيث يرزح السكان تحت وطأة حكمهم فإن الحوثيين يرفضون إزالة العوائق من طريقها بحجة الخوف من فتح الطريق أمام هجوم محتمل في مخيلتهم للقوات الحكومية للنقاش معنا من باريس مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية جمال العواضي سيد جمال بداية مساء الخير أهلا بك بعد تقريبا أسبوعين على اتفاق السويد الآن ما فرص الحديث عن جدية ممكنة للحوثيين بعد كل ما نتابعه أولا واضح جدا أن بعض الترتيبات المتسارعة في الحديدة والتمثيلية الأخيرة المكشوفة أن هناك عملية احتيال تمت خلال مفاوضة السويد من قبل المبعوث الأممي نفسه وبالتالي نستطيع أن نقيم ما تم في الحديدة الآن بأن كان هناك ترتيبات مسبقة لأنه حقيقة كان المثير الاستغراب هو أنه لماذا لم يكن هناك تساؤل واضح حول من هي القوى الوطنية التي ستحل محل القوات الحوثية هل الجانب الحكومي الذي كان موجود لا يمتلك الخبرة الكافية أو التساؤل الكافي حول طبيعة هذه القوات لأنه المعروف أنه قبل دخول الحوثيين إلى الحديدة كان قوات سابقة معظم الآن أصبح تحت الإدارة الحوثية وبالتالي هو تسليم وهذا قلنا في لقاء سابق هنا من قناتكم تسليم الحوثيين إلى قوات حوثية أخرى بغض النظر عن أنها ترتدي زي رسمي أو غير رسمي الذي حدث الآن أنه يبدو أن المبعوث الأممي وسبقه المبعوثين السابقين وهو الحفاظ على تحقيق إنجاز أو ما يسمى بنجاح من خلال المفاوضة وأي نتائج طيب لكن سيد جمال في هذا الإطار لكن هناك من يرى والبعض يرى أن المبعوث الأممي أو سيد كامارت لا زالوا يتلمسون الحقيقة قدرات كبيرة للحوثيين على الالتفاف وأنهم قد يكونون ليسوا جزءا ربما كما أشرت من ما يجري الآن على الأقل في الحديدة وأنهم أيضا خدعوا بالوعود كما خدعت الشرعية كيف ترد على مثل هذا الرأي؟ باتريكو موظف لذي الأمم المتحدة ولكن الذي رأى الاتفاق هي الأمم المتحدة عبر مبعوثها مارتن جريفث وبالتالي هو الذي ذهب إلى صنعه وهو الذي صاغ بنود هذا الاتفاق وهو الذي ناقشه بشكل مكثف مع الحوثيين قبل أن يناقش مع الحكومة الشرعية كنت أتوقع أن يتم خلال المفاوضات السويد أن يكون هناك نوع من التساؤلات المطروحة حول طبيعة ما يسمى بالقوى الوطنية التي ستتحلم على الحوثيين يبدو أنه كما قلنا سابقا أن القوى العسكرية والتقدم الذي حدث للمقاومة والقوات المشتركة في داخل الحديدة هو الذي دفع بالحوثيين إلى القبول بالمفاوضات والتحايل والتلعب بها ويبدو أنه أنا أعتبر أي عملية تجاهل أو عملية تغييب إلى واقع معين من قبل المبعث الأم يوعمل التحايل الغرض منه هو الظهور بمظهر الشخصية الناجحة ولكن في حقيقة الأمر هو إساءة لدور الأمم المتحدة في اليمن يعني من المعيب جدا أن تقول بأنه الآن اكتشفت الأمم المتحدة بأن الحوثيين يعني كذبوا وتحايلوا وغدا تعودوا وتدعووا للتفاوض معهم من جديد فبالتالي هم يأكدوا دائما بأنه حقيقة ما يعتبر الآن أن الأمم المتحدة تساهم في إطالة معاناة الناس في الحديدة وخارج الحديدة أيضا من خلال هذه التصرفات التي أضعت الكثير من الوقت وأيضا طيب هنا السؤال سيد جمال أين مسؤولية الحكومة الشرعية من الضغط الإشراف التواصل مع الأمم المتحدة مبعوثها لتطبيق ملامح هذا الاتفاق وأيضا فيما يخص بتحديد من المفترض أن تكون ما هي القوة الوطنية التي يجب أن تحل محل الحوثيين هناك أين شرعية من هذه التفاصيل؟ حقيقة هذا السؤال هو يجد للشرعية نفسها يعني للحكومة الشرعية أين هي من الحقائق ويبدو أنها مثلها مثل غيرها يعني مع الأسف تتلقى المعلومات متأخرة للأسف يعني كان لابد من هذه التساؤلات أن تطرح داخل مفاوضة السويد وخلالها وحتى يعني يكون مخرجات هذا اللقاء أو هذه المفاوضات مخرجات عملية الذي يتضح الآن أنه حضر وفد الشرعية وناقش مواضيع سطحية وفي الأخير يعني تمت المصافحة وأنت أخي وأنا أخوك وأنت هالموضوع بما يعني بإطالة معاناة الناس في اليمن والحوثيين لم يسمحوا بدخول باخرة تحمل مساعدات يعني قبل يومين عبر ميناء الحديدة ماذا يعني حقيقة يعني يعني أنت تراها مخرجات غير عملية أم أنها تحتاج إلى صرامة غير عملية وتوضيح أكثر من قبل الأمم المتحدة والأطراف المشتركة في الاتفاق لتفعيلها أعتقد أن المخرجات يعني أو نتائجها الحالية واضح جدا أنها أكدت تماما أنها غير عملية وبالتالي عملية الانسحاب أنا أعتقد أن الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة والتعامل معها بهذا الشكل هي نوع من السداجة يعني الغير معتادة لدى الأمم المتحدة إلا إذا كانت مقصودة الشيء الآخر واضح جدا أن دور الشرعية غائب يعني الشرعية تتخبط الآن في أمور أخرى وفي حين الحديدة يعني هو مفتاح الحل الحالي وهو من دفع بالحوثيين الذين رفضوا في فترات سابقة أي مفاوضات مع الجانب الشرعي أعتقد أنه لا بد أن تقوم الحكومة اليمنية بإشراك أطياف أخرى ضمن أي مفاوضات قادمة أو ضمن أي عملية سياسية من ضمنها الجنوبيين من ضمن العناصر التي تلعب على الأرض الآن المؤثرة يعني يبدو أن هناك صراع داخل الشرعية لفسها وعدم صوابية في اتخاذ القرار الملائم الآن لم يأتي الحوثيين إلى مفاوضات السويد إلا بعد أن شعروا بأنهم سينسحبوا وأنهم يندحروا من هذه المناطق وبالتالي حاولوا أن يمارسوا نوع من الضغط عبر الأمم المتحدة لكن أعود لما يحدث الآن سيد جمال عفوا المقاطعة تسليم الميليشيا يعني ميناء الحديدة لعناصر تابع لها بقيادة المؤيد كما تابعنا أيضا من خلال الفيديوهات بثت على قناة المسيرة في نوفمبر الماضي هل نحن أمام انقلاب على الاتفاق أم أن هناك فرصة للأمم المتحدة لضبط هذا الالتفاف المستمر من قبل حوثيين ماذا تتوقع خلال الأسبوع المقبلة ما حدث بهذه الصورة هو ليس انقلاب على الاتفاق وإنما هو انقلاب مسبق ومرتب مسبقا لهذا الوضع الحالي الأمم المتحدة جاءوا للتعامل مع الحوثيين وكأنهم يتعاملوا معهم لأول مرة فيبدو أن هناك ضغوطات من بعض الدول الاتحاد الأوروبي لتنطيط الوضع وتجميد أمور كثيرة في الحديدة يبدو أن هناك صالح الحوثيين نريد للمجتمع الدولي في حقيقة الأمر أن يتعامل مع اليمن كيمن ومع الشعب اليمني كشعب يقع في أزمة تعتبر من إحدى الأزمات الكبرى في التاريخ الحديث وحقيقة يعني من المؤسف جدا أن تلعب الأمم المتحدة يعني دور بهذه الصورة وهذا الفشل المتكرر لذلك يعني فوضة السويد لا أعتقد أنا من وجهة نظري أنها فشلت وأنه لا بد من التعامل بنوع من الحزم مع الحوثيين وميناء الحديدة الآن طيب لكن الآن الشرعية منتزمة بهذا الاتفاق متى يمكنها القول بأن لا التزام من طرف الحوثيين فلا التزام من طرفنا وهذا الاتفاق يبدو أنه غير قابل للتطبيق تستطيع أن تقول من اليوم تستطيع أن تقول من أمس عندما اكتشف أنه قائد القوات ما تسمى بوطنية هو شخصية تدوين بالولاء للقيادة الحوثية والحوثيين وبالتالي العناصر الموجودة أيضا هي عناصر أيضا مقاتلة تتبع الحوثيين وبالتالي هذا انقلاب واضح يعني لا غبارة عليه ويؤهل الحكومة اليمنية أن تنسحب من هذا الاتفاق لأنه في حقيقة الأمر في اختصار أيضا سيد جمال نستغل وقت هذا اللقاء معك ماذا تتوقع الآن خلال المرحلة المقبلة اتفاق قبل بالتفاؤل يبدو أن الأمور لا تمضي كما كانت الشرعية تود ماذا نتوقع في أقل من دقيقة إذا سمحت لا بد الآن أن تبدأ الحكومة الشرعية بإعلان فضل اتفاق السعودية وتعترف بفشله وتعود مرة أخرى للقوة المشتركة للتحرك بصورة أفضل أو الضغط على الأمم المتحدة في فترة زمنية محددة لانسحاب كامل من ناء الحديدة والاتفاق على قوة حقيقية وطنية حقيقية لا تميل لطرق من الأطراف للتعامل مع ميناء الحديدة هذا هو ما يفترض أن تقوم به الشرعية إذا كانت حقيقة منشغلة بهم وواطن والأزمة اليمني والأزمة التي عيجها الآن الأيام القادمة هل تتوقع أن القبول بالاتفاق كانت مهمة صعبة هل تبدو الخروج من هذا الاتفاق أصعب على الطرف الشرعية باختصار شديد أنا أعتقد أن الخروج أصبح أسهل لأن الحوثيين بالصوت والصورة والتعامل أثبتوا أنهم أنتهقوا هذا الاتفاق وخرجوا منه مجرد أن تكون هناك قوة ويتم بتعميدها أعتقد أنه فعلا من قبل الأمم المتحدة أنه هذا خروج واضح جدا من الحوثيين شكرا لك سيد جمال العواضي مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر